أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال ها علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا آه إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا لا كثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما هصرت العيب قال أبوهم إني لأجد لي حي يوسف لولا أن تفنجوا قالوا تالله إنك لفي ضلائك القديم لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو رفور رحيم ولما تخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال لكم خلوا مصر إن شاء الله آمين ولفع أبويه على العرش وخرونه سجدا وقال يا أبت هذا تأليل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فهاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة تغفني مسلما وأنحقني بسوارك طاق الله العظيم